توقع أمين عام المجلس الإسلامي العربي محمد علي الحسيني مصير لبنان خلال الفترة المقبلة وذلك عاقب اشتعال الحرب بين حزب الله وإسرائيل وكتب الحسيني في منشور على موقع X لبنان الأخضر على موعد قريب مع الدم دم سيغير الأرض دم سيغير السماء دم سيغير البحر ودم سيغير الآفاق ودم سيغير الدم وأضاف أيضا ونهر الدم لن يتوقف حتى ينجل الغبار وتضع الحرب أثقالها بعد مخاض دموي ليولد لبنان جديد وحول الهدنة في لبنان قال خلال تغريدة أشرها عبر حسابه على منصة X خذوها مني وانقلوها عني كل ما ينشر أو يسرب حول إمكانية الهدنة في لبنان أو الاتفاق على وقف إطلاق النار هو وهم وخيال وأضاف أيضا القرار الدولي متخذ بإنهاء الوجود العسكري لحزب الله في لبنان والسوريا والجيش الإسرائيلي أوكل إليه تنفيذ هذه المهمة ولا ولن يتوقف أو يتراجع عنها حتى تحقيق هذا الهدف بنجاح وسينجح هذا الواقع وهذه الحقيقة بعيدا عن كل الأوهام والتمنيات دوت صفارات الإنذار على امتداد الحدود الإسرائيلية الشمالية مع لبنان حيث يتواجه الجيش الإسرائيلي مع مقاتلي حزب الله وأكد الجيش الإسرائيلي إطلاقا نحو مئة صاروخ من لبنان نحو الأراضي الإسرائيلية حيث تم اعتراض بعضها وسقط البعض الآخر في مناطق غير مأهولة وفي بيان أعلن حزب الله أنه استهدف للمرة الأولى قاعدة حيفا التقنية التابعة للسلاح الجو الإسرائيلي والتي تحتوي على تدريب لتأهيل تقني سلاح الجو من خلال إطلاق صواريخ كما أضاف الحزب أنه شن هجمات باستخدام طائرات مسيرة على قاعدة عسكرية أخرى تبعد حوالي 20 كيلو مترا جنوب شرق حيفا على الجبهة الجنوبية تستمر إسرائيل في حربها ضد حركة حماس في قطاع غزة وأفاد مسعفون في القطاع أن الغارات الإسرائيلية يوم الأحد أسفرت عن مقتل 30 شخصا على الأقل بينهم نساء وأطفال وتوعد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو خلال زيارة للحدود الشمالية بالرد الحازم على هجمات حزب الله ومنع الحزب من إعادة تسلح وفقا لما أكده مكتبه في بيان وأوضح نتنياهو للجنود الإسرائيليين أن مفتاح استعادة السلام والأمن في الشمال هو دفع حزب الله إلى ما وراء النهر الليطاني واستهداف أي محاولات لتسلح منذ الثالث والعشرين من سبتمبر كثفت القوات الإسرائيلية ضرباتها على معاقل حزب الله في لبنان وشنت هجوما بريا في جنوب البلاد في الثلاثين من سبتمبر وتقول إسرائيل إنها تسعى للقضاء على الحزب في المناطق الحدودية ومنع إطلاق الصواريخ مع اشتراط انسحاب مقاتله إلى شمال نهر الليطاني لسماح بعودة ستين ألف نازح نفذ الجيش الإسرائيلي ضربات في جنوب لبنان استهدفت مناطق صور وتبنين والغازية وحارة صيدة وأفدت وزارة الصحة اللبنانية أن غارة إسرائيلية على بلدة حارة صيدة أدت إلى مقتل ثلاثة أشخاص وإصابة تسعة آخرين بعد أقل من أسبوع على غارة سابقة أسفرت عن مقتل خمسة كما أعلنت الوزارة عن مقتل اثنين من مسعف الهيئة الصحية الإسلامية التابعات لحزب الله خلال اعتداء إسرائيلي على نقطة تموضع في البازورية واستهدفت غارة إسرائيلية أيضا محيط المستشفى الحكومي في بلدة تبنين وأفادت الوكالة الوطنية عن تجدد الغارات في محيط المستشفى للمرة الثالثة واستنكرت وزارة الصحة اللبنانية في بيان تعرض مستشفيي تبنين وبعلبك الحكوميين لأضرار نتيجة الغارات مشيرة إلى إصابة سبعة أشخاص بجروح داخل المستشفى وثلاثة آخرين خارجه وأكدت أنها بصدد تقييم الوضع قبل اتخاذ قرار بشأن فتحه وقال رئيس بلدية تبنين نبيل فواز لوكالة فرانس بيرس إن هناك احتمالا لخروج مستشفى عن الخدمة بسبب الأضرار الجسيمة التي لاحقت به وفي السياق نفسه أفادت الوكالة الوطنية للإعلام عن غارة استهدفت بلدة الغازية مشيرة إلى إصابة مبنى سكني وتم إنقاذ طفل من تحت الأنقاضة وأكد الجيش الإسرائيلي القضاء على عدة عناصر من حزب الله خلال غارات جوية وقتال مباشر في الجنوب كما أفادت الوكالة بأن الصليب الأحمر اللبناني نقل خمس جثث من وطن خيام مع استمرار جهوده لانتشار الجثامين المتبقية وفيما يتعلق بالوضع في غزة أسفرت الغارات الإسرائيلية يوم الأحد عن مقتل ثلاثين شخصا على الأقل بينهم سبعة عشر في شمال القطاع وأوضح الناطق باسم الدفاع المدني أن الاحتلال الإسرائيلي وصل قصف منازل المدنيين خاصة في شمال غزة مما أدى إلى تدمير العديد من المباني والبنية التحتية مع وجود أكثر من مائة ألف مواطن في شمال غزة بلا طعام أو ماء أو دواء